بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الخامسة وظيفة الانتاج مفهوم واهداف ادارة الانتاج والعمليات اولا مفهوم ادارة الانتاج يقصد بوظيفة الانتاج تلك الوظيفة التي تتم من اجل تصنيع منتج معين او خدمة معينة بالكمية المناسبة وفي الوقت المناسب وبالجودة الصحيحة وتتضمن هذه الوظيفة كل ما من شأنه احداث تغيير في مواصفات وخصائص المواد لتتلاءم مع رغبات واحتياجات مستخدمها سواء كان هذا مشتريا صناعيا ام مستهلكا نهائيا وقبل التعرض لموضوع ادارة نشاط الانتاج يحسن اضاح بعض المفاهيم التي لها صلة مباشرة بهذا النشاط والتي في مقدمتها كل من الانتاج وهو نتاج العناصر او القوى التي تستخدم المدخلات في عملية التشغيل والتي تتمثل ببساطة في كل من القوى البشرية والتي تعني العمال والمادية والتي تتمثل في رأس المال المستثمر في عناصر الاصول الثابتة والمتداولة المختلفة خلال مدة زمنية معينة ثانيا المنتج وهو الناتج النهائية والتي تتمثل في عملية التشغيل وهو قد يكون سلعة مثل قلم او سيارة او غيره وقد يكون خدمة مثل بث معلومة مفيدة للاخرين او تقديم تيسيرات مصرفية او تأمينية او علاجية للافراد ثالثا عمليات الانتاج يقصد بعمليات الانتاج السلسلة الاجراءات او سلسلة من اجراءات التشغيل التي تجري على المادة او المواد لاغراض تحويلها من صورتها الاولية الى صورتها الانتاجية وبلغة النظم يمكن تعريف هذه الوظيفة ببساطة بانها ذلك النشاط المسؤول عن تحويل المدخلات الى مخرجات كما هو موضح في الشكل التالي لدينا مدخلات ويمكون من مواد اولية وعمالة وتقنيات ولدينا عمليات تشغيل ثم سلع وخدمات با اهمية الانتاج قد يتبادر الى الذهن ان الهدف الرئيس من وظيفة الانتاج هو زيادة حجم الانتاجية كوسيلة زيادة الارباح فقط ولكن في الحقيقة في الاونة الاخيرة اصبحت تستأثر نظم الانتاج بحزمة من الاهداف العديدة بسبب تأثرها بالعوامل الداخلية والخارجية المختلفة التي باتت تعمل في ظلها اولا العوامل الخارجية وهي عديدة وتؤثر بشكل او بآخر على نظم الانتاج القائمة والمحتملة بما يصعب معها تجاهل تأثيرها على عملية تحديد اولويات الاهداف تحقيقها ولعل من هذه العوامل كل من آليات السوق المتضاربة والتي في مقدمتها التقلب المستمر في اتجاهات ورغبات المستهلكين والظروف البيئية المحيطة بنظام الانتاج وانواعها والظروف السياسية كالحروب والانكسامات والظروف الاقتصادية كالتغيرات المتلاحقة في اسعار كل من فوائد القروض والمواد الخام المحلية والمستوردة واسعار صرف العملات والظروف التشريعية كالتغيير في الانظمة القانونية والقرارات واللوائح الادارية ايضا الظروف الاجتماعية كالاضطرابات والاضرابات التي تنشأ من قبل العاملين او المصدرين او الموردين وآخيرا الظروف التكنولوجية حيث الابتكارات البشرية والفنية بمستحدثاتها التي تمس كل من مجالات التخطيط والتشغيل والتحكم والضبط للعمل الانتاجي من بداية إلى نهايته باء العوامل الداخلية وهناك عدة عوامل داخلية يصعب تجاهلها أو تجاهل تأثيرها المباشرة على العمل الانتاجي مثل كل من العمالة المتاحة من حيث عددها ودرجة تأهيلها ثانيا الموارد أو المواد المستخدمة من حيث الكمية والنوع والوقت المناسب لتوفيرها ثالثا العالات والمعدات من حيث مدى مناسبتها عددا ونوعا رابعا اللوائح التنظيمية لسير العمل أهداف إدارة الانتاج تتضافر كل هذه العوامل المتقدم ذكرها لتحديد الهيكل العام لأهداف النشاط الانتاجي والذي يمكن تصنيفه لمجموعتين هما أولا مجموعة الأهداف قصيرة الأجل وتتمثل في تحسين مستوى جودة الانتاج وتخفيض تكلفة الانتاج وحل مشكلة الانتاج ثانيا مجموعة الأهداف طويلة الأجل والتي تتمثل في زيادة معدلات الربحية والتجديد والتطوير للمنتجات الحالية وتدعيم الاتجاه نحو التصدير وزيادة معدلات الانتاج المتميز والتوسع في إحلال المستلزمات المحلية لمثيلاتها المستوردة والاتجاه نحو نظم الانتاج الكبير أنشطة الانتاج والعمليات تضم وظيفة الانتاج عددا من الانشطة الهامة وهي على النحو التالي ألف اختيار موقع المصنع تؤثر وظيفة الانتاج في اختيار موقع المصنع لضمان ملاءمته مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف من ناحية وتجنب العديد من المشاكل التي قد تنتج بسبب عدم ملاءمة الموقع وبالتالي فلابد من دراسة المواقع المتاحة دراسة وافية بهدف اختيار أنسب المواقع ويتم اختيار المواقع على مرحلتين المرحلة الأولى مرحلة اختيار المنطقة أو المدينة أو الإقليم والمرحلة الثانية مرحلة اختيار الموقع المحدد داخل المنطقة أو المدينة أو الإقليم الذي وقع عليه الاختيار وعموما فإن اختيار موقع المصنع يقتضي أن يتم تحديد العوامل التي تؤثر على التشغيل لعدد من البدائل يمثل كل منها موقع معينا ثم وضع نظام لترتيبها حسب أهميتها يلي ذلك تقييم المواقع لهذه العوامل ثم تحليل بنود التكاريف المرتبطة بموقع معين للمصنع ثم وضع معايير تمثل أولويات في الاختيار وأخيرا اختيار الموقع الأنسب من بين مواقع البديلة التي تم دراستها با وضع سياسات الانتاج تتضمن سياسات الانتاج مجموعة من المبادئ والقواعد التي تحكم أو ترشي التفكير وتصرف الإدارة في مجال الانتاج ومن هذه السياسات ما يلي واحد سياسة التنويع وتعني هذه السياسة انتاج عدد من المنتجات المتنوعة سواء كان هناك ارتباط بينها أم لا اثنين سياسة التبسيط وهي عكس سياسة التنويع حيث تعني تخفيض عدد السلع التي يقوم المشروع بإنتاجها ثلاثة سياسة التشكيل وتختص بتحديد عدد الأشكال التي يتم إنتاجها من نفس السلع أربعة سياسة الانتاج الكبير وطبقا لهذه السياسة يتم إنتاج كميات كبيرة من السلع وذلك من خلال استخدام عدد كبير من الآلات المتخصصة خمسة سياسة التنميط وتعني إنتاج السلع طبقا لمعايير ومواصفات محددة لالتزام بها باستمرار سادسا سياسة الانتاج المستمر ويقصد بسياسة الانتاج المستمر انتاج سلع بمواصفات محددة ويستمر إنتاجها لفترة طويلة وذلك استنادا إلى كمية المبيعات المتوقعة سابعا سياسة الانتاج المتغير ويطلق على هذه السياسة أيضا سياسة الانتاج المتقطع أو انتاج الطلبية وطبقا لهذه السياسة فإن الانتاج يتغير من طلبية إلى أخرى المترجم للقناة